وزارة الزراعة علانة مبارح أنه تم زراعة ما يزيد عن مليون أو مليون و300 ألف شجرة خلال المرحلة الأولى من المبادرة اللي أطلقها سيادة رئيس عبد الفتاح السيسي في مختلف المحافظات من خلال بروتوكول التعاون مع وزارة التنمية المحلية خلينا نلف تفاصيل أكتر عن المبادرة والمرحلة الأولى منها معناها لتريفون دكتور أحمد حلمي مدير معهد البساتين بوزارة الزراعة صباح الخير يا حضركي فهندبو أهلا بك معنا في صباح الخير يا مصر صباح النور أهلا سهلا وصباح الخير يا مصر أهلا بحضرتك في البداية حابين نعرف منك إزاي تم تأسيم المرحلة الأولى من زراعة الميت مليون شجرة وإيه كمان أنواع الأشجار اللي بتستهدفها في هذه المبادرة مبادرة الميت مليون شجرة دي مبادرة رئيسية أطلقها سخمسة رئيس عبد الفتاح السيسي اللي تقل أهمية على المبادرة الثانية زي مبادرة حياة كريمة البداية بتتم تنفيذها على سبع سنوات بداية من العام المالي 22-23 إلى العام المالي 28-29 دي تم توقيع برتكول بين وزارة الزراعة والتنمية المحلية في 11-22 المنوض في البرتكول ده أن وزارة الزراعة في المرحلة الأولى التي هي على سبع سنوات المرحلة الأولى قلنا أن نورد 10 مليون شجرة تنفيذ 10 مليون شجرة وبعدين في الباقي الست سنوات الثانية 15 مليون شجرة الوزارة وردت بالفعل 1.3 مليون شجرة اللي هي المنطب الوزارة وردتهم في السنة الأولى والحمد لله انتهت الوزارة بكامل توريد الكميات التي كانت مطلوبة منها أول أمس عظيم دكتور أحمد طبيعة هذه الأشجار هل إحنا بنستهدف زراعة أشجار مسمرة ولا أشجار للزينة فقط أو لأي نوع من الاستفادة وإن كان فيه أشجار مسمرة أماكنها بتكون فين بالضبط طبعا الأشجار فيه أشجار خشبية وأشجار مسمرة وأشجار زينة الأشجار الخشبية زي الكفور والحور الأبيض والمهوجني والأشجار المسمرة زي اللمون البلد والنبخ والساتون والوزف والرمان وفيه اللي هي زي الحاجات المدهرة أو الزينة والتيكومة والتيفيت والدفلة والشرب حاجات كده يعني فبتشمل جميع أنواع الأشجار الحاجات دي تم زراعتها في كل كل شجرة بيتناسبوا مكان معين أو منطقة معينة يعني هي الحاجات دي بتنفذ الموضع دي بتنفذ في الطرق وخدر الوسطة يعني طبعا أشجار خشبية الضغير الصحراوي للمحافظات الجهات الحكومية دي المدارس والجماعات ومدارس الشباب دي برضو يزرع فيها أشجار مسمرة مثلا مداخل مدن والقرب المادين ويزرع فيها برضو الأشجار دي المبادرة دي طبعا لها أهداف سامية أولا لها أهداف اقتصادية رد أول حاجة التصدي مع الأسرار السلبية بتاعت التغير المناخ بتقلل منها التصدي برضو المشكلات التصحفر طبعا برضو فيه اقتصاد زيارة الانتاج المحالي من الأكساب وتقليل الصرار كمان لها الأشجار دي بتعود بفائد بيهية وجمالية واقتصادية يعني طبيعا يا من حضرك تكون ماشي بالشارة وتلاقي الأشجار وزنها مثلا جميل أو أخضر دي حاجة كويسة يعني بتقلل النسبة يعني مبسوطة أو سروري يدخل على نفس المواطن كمان الأشجار بتأمتصد أكسيت وتقلل التلوث البيئي حوالين في الجو يعني بتعود بالصحة على المواطن طبعا طب يفندم تم زراعة 1.300.000 شجرة خلال المرحلة الأولى لا المرحلة دي كانت بوزارة الزراعي المرحلة الأولى في المبضرة 10 مليون شجرة الوزارة كان مطلوب منها 1.3 مليون شجرة والوزارة الحمد لله أوفت بيها وكملتها ده لا أصدوا يفندم في الجزء المتعلق بالوزارة استغرقت وقت منك وقدي إيه هي السنة المالية من 22-23 قبل السنة المالية حتى سنة المالية حتى سنة المالية من تهيتش هيش تتواشرين مرحلة الثانية نحن انتهينا من قبل المعاد يعني الحمد لله في مرحلة أخرى ولا لا في مراحل في مراحل هي طبعا على سبع سنوات فده المرحلة الأولى وكانت المرحلة دي مستهجفة بعض المحافظات اللي هي الأليوبية والغربية وبنسويف والمينيا والفيوم وأسيط والودي جديد دي اللي كانت مستهجفة ونرحل الله بالنسبة لنا كوزارة الزراعة طيب دكتور أحمد رعاية هذه الأشجار اللي بيتم زراعتها المسؤولية مين؟ الحفاظ عليها؟ المسؤولة الأول هي التنمية المحلية مسؤولة للمسكة الموضوع بس احنا كوزارة الزراعة احنا مسؤولين ان احنا الدعم الفني للمهندسين في الوحدات المحلية والإرشادية احنا بديهم الدعم الفني او اي مشكلة بيرجعوا لنا فان احنا بندهالهم عطول او بنبعت لهم ناس متخصصين اذا كان في مشكلة كذا بنبعت ناس متخصصين ان احنا عندنا فنيين المركز والمعهد ناس على اعلى مستوى فبنبعت لهم اذا كان في مشكلة ولا حاجة بحاجة يتجاوب عطول ويحلوها ويستللوها ان شاء الله طبعا بنشكر حضراء جزيلا الشكر لدكتور أحمد حلمي مدير معهد البساتين وزارة الزراعة مجهود كبير طبعا بنحيي حضرتك عليه يا فنس اشتركوا في القناة